خذ بالأسباب وانت موصول بالله سبحانه وتعالى ويعرف ان السبب اخذ بالأسباب يعني ايه اخذ بالأسباب السبب في اللغة معناه الحبل وكأن السبب ده ده حبل موصول بينك و بين الله طرفه عندك لكن مين اللي يمسكه عشان يوصلك به الله سبحانه وتعالى فاحنا بناخد الأسباب عشان عندنا وصل بالله مش ناخد بالأسباب لان الأسباب هي اللي بتصنعنين للأشياء دي وعشان كده احنا متوازنين متوازنين بين ايه ما بين الاخذ بالاسباب وفي نفس الوقت ان احنا مش بنصنع رزقنا وعشان كده ايه خد بالاسباب وانت مطمئن اجري يا ابن ادم جري الوحوش غير رزقك لم تحوش يعني ايه حتى لو جريت وتوحشت في طلب الرزق هذا لن يزيدك في رزقك ان ما اللي يزيدك في رزقك هو ايه هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك البركة في الرزق وعشان كده لازم تكون مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما روي عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك وان لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم اسد فقرك يا نارى بيض وافضل انا كده في حالة هياج ولا ارتاح ولا ترتاح ولذلك ايه لحاصل يا ابن ادم لا تخشى ذيك الرزق وخزائني ملأة لا تنفد ابدا يا ابن ادم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب فان انت رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودة وان لم ترضى بما قسمته لك فايه فوعزتي وجلالي لا اسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقة الوحوش في البرية ثم لا يكون لك الا ما قسمته لك وكنت عندي مزمومة وكنت عندهم مزمومة اعوذ بالله اكون عند الله مزموم ده انا اصلا عايش الحياة ده بايه بمدد الله احنا ليه بجايبين الحديث ده لحسن حد يقول احنا جايبين الحديث ده عشان من الكلام ومن التراث ومن الكلام اللي الناس بتقوله واحنا محتاجين واحنا في حالة التمتع بالماضي والنستولجيا لا لا خالص خالص احنا جايبين الكلام ده عشان عندنا ملاحظة علينا في المجتمع ايه الملاحظة انقلاب التنافس إلى صراع والمجتمع صار متوحشاً في طلب الأرزاق حد فيكم مدأش مرارة أن في حد يمارس معاه الطعن في الظهر في العمل حد فينا هو وماشي ما حسش أن فلان عايز يأذيه وهو في شغله الحالة دي حالة سيئة الحالة دي لازم نفتكر أن الحالة دي لابد أن هي تتراجع في حياتنا لأنها لو استمرت حياتنا عنيشها من غير أمان أنا عارف أن أنتوا سمعيننا وإحنا سمعين بعض كلنا وإنتوا بتقولوا طبعا نعمل إيه بس الناس كده إيه سبب الناس كده سبب الناس كده أن هم مش عايشين المعنى اللي تأسس في هذه الحكمة اللي فيها عمالنا بسنة رسول الله كانوا الناس بيطلعوا فجالهم محدة قال لهم إيه لأرزاقوا اللي انتوا رضيين بيها دي لازم تطلب رزق أكتر فما يهمكش من يتأذى هو كمان ينفسك هو كمان يصرعك والبقاء للأقوى وساعات البقاء للإيه للأخبث وساعات البقاء لإيه للأكثر حيلة بس في الحقيقة مش كده الشخص اللي خد رزقه ده من غير توحش ما حسش بوحشة القلب والضمير حاسس إن ربنا معاه عارف ربنا معاه بإيه بزيادة البركة في حياته اوعى تحزن على إنك انت مش متوحش في طلب الرزق اوعى كفاية بس إن انت بتنام وقلبك ما فيوش وجع من إنك دست على حد أو ما فيش حد نايم وبيدعى عليك فاكرين الرجل اللي لما جه وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة فقعد مع الصحابة سيدنا عبد الله بن عبد قعد معه ثلاثة يام لا أقوش بيعمل أي حاجة فسألوا قال له حضرت النبي دخلت علينا ثلاث مرات ورسول الله يقول سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة فأنت بتعمل إيه؟ قال لا أفعل شيئا إلا أنني لا أنا وفي صدري شيئا من أحد الضمير المرتاح كلنا دلوقتي عندنا واجع في ضمائرنا وعندنا واجع من ظلم الناس لنا